أهلاً أهلاً حياكم حق حلقة ديداً من AUM Talk مع دلال المحبوب برنامج هذا نتكلم فيه عن جميع التخصصات التي توفرها لكم AUM نتكلم عن دراسة التخصص والحياة الوظيفية بعدين ومعنا ضيفة حلقة اليوم أهلاً وسهلاً عارفيننا عن نفسك شيخ الحمر تخصص موارد بشرية HR حياة حياة حق AUM Talk ماذا تخصص إدارة الموارد البشرية؟ ماذا تخصص إدارة الموارد البشرية؟ التخصص هذا يتعلق بتأسيس الهيكل التنظيمي حق الشركة يعتبر من أهم التخصصات التي في الشركة فاعتمادها لكل وأساس الشركة كل هذا التخصص يعني أنتم إدارة الشركة نفسها تنظمونها من داخل؟ بالضب تدريب تنظيم اختيار الأشخاص الصح حق الأماكن الصح فمثل ما أنت عارفة إذا الأمور هذي كانت كلها موجودة فالشركة تكون ناجحة كدراسة التخصص شن المواد اللي ممكن يدرسون هالطلبة؟ كل المواد اللي تفيدهم بالحيال العلمية والعملية يعني هذا التخصص بالذات أنا اخترته وحبيته حيل لأنه ساعدني مو بس دوامي أو ساعدني بدراستي حتى بره قام مساعدني طريقة التعامل مع الناس طريقة التفكير شلون قاعد أختار الأشياء الصح شلون أنا قاعد أرتب الأمور بحيث أني أختار الصح قبل الغلط فاتفادة جميع المشاكل يمكن تحوشني أوكي ودراسة التخصص بالجامعة شن المواد اللي يكون يأخذون هالطلبة بالجامعة؟ اللي هو عندش الكومينيكيشنال سكيلز سلف موتيفيشن عندش يعني الإنجليش أكثر من المادة ساعد بتطوير الذات حتى يعني ليجو الدام أنت تعرفين خلاص تصيرين متمرسة بهذه المادة اللي أنت ماخذتها أنت تكلمت عن الكومينيكيشن سكيلز قوليلي شون أيو أم أسست هالشي فيك؟ أسست هذا الشي فيني عدل لأنني قمت طبقة تقريبا بكل كورس تدرين بعد ساعة تطرينش أنت تسويين بروزنتيشن جدام ناس وايد جدام فرنتوف يعني دكتور يكون لغتها غير لغتي فيعني هذا الشي على كثر من الطبقينة خلاص تعلمين ويصير بروتينش تدرينش أنت تعاملين مع أكثر من فئة وأكثر من شخص بسرنت سؤال شوية بعيد عن تخصص نحن دراساتنا بأيو أم كلها بلغة الإنجليزية كلها بلغة الإنجليزية ففي طلبة يكونوا مثلا متخوفين أنهم يعني يدخلون أيو أم بسببت هالموضوع فوجهتنا الضرت شون رايش على هالموضوع؟ أنا كنت واحدة منهم حسنا حسنا بس لا خليطنون لأن في سالفة الإي بي بي اللي هو التمهيد يأخذونها أول سنة تهيئهم تماماً عشان يأخذون المواد المشتركة يختارون الأشياء الصحيحة حتى في مصطلحات معينة يكونون عارفينها بحيث أن لما يسألونهم أو لما يكلمونهم يكونون عارفين الإجابة أو عارفين طريقة تفكير للإجابة هناك سؤال موخي ولكن أتوقع أنك أنت جاوبتها ولكن سأريد أن تتحدث عن الموضوع مرة ثانية يقول لك أن الـ HR أقل تخصص بيزنس في أرقام هل صحيح الكلام أو لا؟ صحيح صحيح حسنا الآن نتحدث عن الوظيفة إبرايتش، كيفية عمل خارجي تخصص إدارة الموارد البشرية؟ التخصص هذا تلقنا بكل شركة سواء صغيرة أو كبيرة فبالنسبة للتخصص هذا كل مكان ستلقنا والمفروض اللي أخذتها تخصص مايحاتي وأنت وين تشتغلين للحين؟ بشركة زين كالتوفيق إن شاء الله هل أنت تشوفين أن خريجين أي وآم استعدين حق حياة الوظيفة والمقابلات؟ وايد وايد حيل لأن طول الفترة الدراسية هم يهيئون أشياء هذا الشيء بكل كورس لازم تلقين أو أي تشوفين أي وضع أو أي تشوفين أي وضع لازم فأنت تكونين نطالع هل أربع خمس سنين وانت متهيئة تماماً حك المكان وشنو كان دور أيو أم في حصولت على وظيفتك الحالية؟ هيئتني أيو أم مثل ما أنت عارفة على كثرة الأميات هيئتني بني أنا يوم تخرجت التوطين ما قصروا سواء السيفي علموا نوايد أمور طورة وفي نوايد مهارات أستخدمها حتى بعدين سواء بمجال العمل ولا بالمنزل واللزقاء والأهل يعني يطيش العافية الله يعافي في كل محبة وجينا حق طالب يشوف هالمقابلة وودي ديش تخصص إدارة موالد البشرية بس متخوف؟ خايد ديش التخصص وهو مرتاح تماماً وتخصص جميلة ومؤيدين مؤيدين التخصص هذا لأن التخصص جميلة يعلمك جميلة أمور ويتطور فيك حتى جميلة أمور أنت حتى لا تكون مركزة فيها يعطيك العافية وما قصرتي معانا اليوم ويعطيكم العافية على حضوركم في حلقة اليوم إن شاء الله أراكم مرة اليوم بحلقة جيدة مع ضيفي دير التخصص جيدة أحب أم